مساء الخير كل عام وأنتم بخير تفعل درجات الحرارة بشكل ملموس في العاصمة عمان خلال ساعات نهر اليوم سجلت تقريبا 23 درجة مئوية أجواء ربيعية معتدلة حاليا تسجل 19 درجة مئوية أكثر بقليل في العاصمة عمان غالبا الأجواء صافية الرياح نشطة نوعا ما نتحدث عن 14 كم في الساعة والرياح رياح شمالية غربية هذه الليلة تتراجع درجات الحرارة تستقر الدنيا 16 درجة مئوية في العاصمة عمان الأجواء تصبح بشكل كامل إن شاء الله صافية سرعة الرياح تتراجع إلى 8 كم في الساعة الرطوبة النسبية ترتفع قليلا 48% وحالة الرياح حركة الرياح شمالية غربية بالنسبة لساعات يوم الغد ارتفاع آخر جديد وملموس على درجات الحرارة تصل في العاصمة عمان العظمى إلى 29 درجة مئوية غيوم متفرقة سرعة الرياح تزداد رياح نشطة خاصة في المناطق الصحراوية تثير الغبار والأتربة نتحدث عن 4 إلى 5 درجات مئوية أعلى من المعدلات السنوية والرياح تتغير لتصبح رياح غربية معكم نستعرض درجات الحرارة الصغرى لهذه الليلة وأيضا العظمى ليوم الغد هذه الليلة في إربط 17 درجة مئوية في جرش 19 المفرق 14 الصلط 18 غدا في عجلون 27 درجة مئوية إربط 29 المفرق 31 درجة مئوية منطقة مطار الملكة لأدولي 10 درجات شرق العاصمة 18 درجة لهذه الليلة غدا في زرقاء 32 درجة مئوية وفي غرب العاصمة 29 درجة مئوية مرج الحمام 19 لهذه الليلة مادبة 14 البحر الميت 28 غدا في البحر الميت تلامس 37 درجة مئوية الكرك 29 درجة مئوية الطفيلة 18 درجة الرشادية 13 في معان 15 العقبة غدا 38 والبتراء 30 درجة مئوية أما الشوبك 28 درجة مئوية هي العظمى الرويشة 18 الصفاوي 17 الأزرق 18 لهذه الليلة غدا أجواء مغبرة في المناطق الصحراوية المناطق الشرقية الأزرق مثلا 34 درجة مئوية خلال ساعات نهار الغد قد تكون هناك فرصة ضئيلة لتساقط زخات من الأمطار في مناطق محدودة جدا من الأجزاء الشرقية أو الشمالية حتى من المملكة الأجزاء الشرقية والشمالية 29 درجة مئوية هناك تراجعات على درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة تصل مثلا يوم الجمعة إلى 22 درجة مئوية الفرصة موجودة خلال يوم السبت حتى لتساقط زخات محلية من الأمطار ولكن في المناطق الشمالية من المملكة أشكر لكم طيبة المتابعة كل عام وأنتم بخير العودة إلى زميل علي